بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم ها هم بنوا إسرائيل عند ساحل البحر وذاك هو جيش فرعون يقترب منهم وبنوا إسرائيل يقولون لنبيهم أين المفر يا موسى إن جيش فرعون سيقضي علينا لا محالة وذاك كما قال الله تعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون فطمنهم سيدنا موسى عليه السلام بمنطق النبي المؤمن المصدق بوعد ربه سبحانه وتعالى قال كما حكى القرآن الكريم قال كلا إن معي ربي سيهدين كلا لن يدرككم فرعون فارتدعوا عن هذا الكلام وانزجروا لأن سيدنا موسى عليه السلام لاحظ فيهم التشكيك في وعد الله لهم وعن طريق نبيهم موسى عليه السلام فبقلوا مطمئنوا كلا سيبكم الكلام لو بمنطق أهل الدنيا أنتم مدركون لكن بوعد الله الصادق الحق أنتم في مأمن من هذا العدو وبعدين طمنهم وهدأ من روعهم وأكد لهم وقال إن معي ربي سيهدين ولحظة بعد لحظة كان خطر فرعون وجيشه بيقترب جدا من موسى ومن قوم موسى ومعاهم بيقترب الخوف فيعني يدخل الخوف إلى القلوب ويداخل القلوب بشدة ووقف سيدنا موسى ومعه أخاه هارون عليهم السلام عند ساحل البحر الأحمر في بلدنا الحبيب مصر وقف يذكران الله تعالى ويسبحانه وينتظران أمر الله تعالى وفرج المولى سبحانه وتعالى في هذه المحنة الشديدة العصيبة الأليمة وقف النبيان الكريمان مستعينان بالله تعالى فيما راح الفزع يتسلل إلى قلوب أصحابهما من بني إسرائيل كلما اقتربت جحافل فرعون منهم كلما دنوا بقعقعة سلاحهم وعدد الجنود ساعتها كان بمئات كان أعداد كانت آلاف من الجنود اللي كان بيعد أو بيعد في ذلك الوقت يعني عنده أقوى أنواع الأسلحة أقوى الجيوش وما زالوا إلى الأبد وصهيل الخيول تقشعر منه الأبدان وغبار الخيول يملأ الأفاق وصراخ الجنود الغاضبين يعجوا في المكان مشهد في الحقيقة أثار رعب بني إسرائيل وانتظر موسى انتظر سيدنا موسى أمر ربه وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وفي هذه اللحظات الدقيقة الحاسمة أوحى الله تعالى إلى عبده ونبيه موسى الكليم فأوحينا إلى موسى أنضرب بعصاك البحر فامتثل على طول سيدنا موسى امتثل سيدنا موسى أمر ربه سبحانه وتعالى ورفع عصاه لينجز بها أي ينجز بالعصى المعجزة الثالثة بعد معجزة تحول العصى إلى أفعى ضخمة عظيمة أمام فرعون والجماهير اللي كانت موجودة يوم المنازلة وبعد كذلك معجزة ابتلاع هذه العصى بعد أن تحولت إلى ثعبان ضخم ابتلاعها التعبين الصحراء في يوم الزينة ساعة الضحى وفي لحظات أهوى سيدنا موسى بعصاه على البحر وضرب موسى بعصاه البحر وهو يدعو ربه بكل خشوع ويقين شوف ربنا سبحانه وتعالى يكلم نبيه عن طريق الوحي وأمروا بأنه يضرب بعصاه البحر وبدأ سيدنا موسى بالفعل يضرب البحر بعصاه لكنه في حال ذكر دائم عليه السلام فكان هو بيضرب البحر بعصاه يقول يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اجعل لنا فرجا ومخرجا ظل سيدنا موسى يقول يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا وما إن أتم وما إن أتم سيدنا موسى عليه السلام دعاءه حتى رأى عجبة فها هو البحر قد انفلق وانشق إلى نصفين وارتفع كل نصف أو كل جزء شمال ويمين إلى طودين كأنهم جبلين شامخين وامتد في النص طريق يابس من الرمل يعني جانبي الطريق يبس الماء وجمد كأنهما جبلين كبيرين على جانبي الطريق يبس الماء وجمد كجبلين كطوضين شامخين رهيبين بأمر الله تعالى الذي بيده كل شيء فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم كأنه زي الجبل الشامخ ما الجفش نهيته المية كلها ارتفعت على الجنبين في شكل جبلين جمدة المية بقدرة الله القدير العظيم وأمره كن فيكون سبحانه وتعالى جل جلال الله سبحانه من بيده ملكوت السماوات والأرض له الملق وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير أسرع سيدنا موسى في اجتياز هذا الطريق اللي بسط لهم بمعجزة بسط لهم بمعجزة عصى موسى وهي تأييد من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه السلام أسرع سيدنا موسى ومعه هرع قومه من بني إسرائيل رجالهم ونساءهم وأطفالهم ومواشيهم والأمتع بتاعتهم انحضروا في هذا الطريق فرحين مستفشرين بنصر الله وهم يشاهدون ما يذهل الناظرين ويدهش العقول ويهدي قلوب المؤمنين وكان ده في يوم عشرة عبروا كلهم من الشاطئ الغربي إلى الشاطئ الشرقي إلى أن وصلوا إلى سيناء حتى خرجوا جميعهم من الطريق اليبس عبر البحر يعني انضرب الطريق في نص البحر الشقي البحر بقوا كجبالين شامخين وامتد ليهم طريق يابس مفهوش قطرة من الماء وقال الله تعالى وأن جينا موسى ومن معه وأجمعين وفي نفس الوقت اقترب فرعون وطلائع جيشه ووصلوا إلى المكان اللي عبر منه موسى عليه السلام وقومه وطبعا زهل فرعون لما أبصروا جبلي التلج عن يمين وعن شمال الطريق اليابس وأصبح فرعون حائر وفي نفس الوقت معاند مش عايز يصدق هذه الآية المعجزة لأن نفسه كلها كبر هذه الآية المعجزة إلا أزهلته لكنه على طول في الحال رجع إلى عناده وكبره وقال لأن ده صح زي ما قال قبل كده عن سيدنا موسى وعن جميع آيات سيدنا موسى قال ذلك عن كل آيات موسى السابقة عليه السلام وظل فرعون متردد يعني يجتاز الطريق ولا لا هذا الطريق اللي رأى بعينه آخر رجل من قوم موسى عبره هو قاعد يفكر شوية يعبر الطريق ولا لا يعبر الطريق فاستدرجوا هذا النظر وأغراه أن الطريق مفتوح قدامه وبدأ يقتحم الطريق بجواده وخلفه يسير جنوده فلما رأى موسى هذا رفع عصاه ليضرب البحر بها مرة أخرى ليغلق الطريق على فرعون وجنوده وقف موسى وقوم موسى على الساحل الشرقي ينظرون ولما استوعب الطريق فرعون وجنود فرعون كلهم أجمعون أمر الله تعالى البحر أن يطبق عليهم خلي بالك أنه جبلي الثلج بدأوا ينهاروا فلما هينهاروا هينهاروا بشدة وبعنف وأمر رب العالمين أنه ينطبق فانطبق الجبلين بعنف على فرعون وجنود فرعون فغرأوا كلهم في البحر وكان موسى وقوم موسى يرون وينظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وراح الموق الصاخب يتقاذف فرعون ومن معه وصدق الله تعالى القائل وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد صدق الله العظيم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة